تاني محضرة عندنا إن شاء الله هاتب الـ Autonomic nervous system إيه هو الـ Autonomic nervous system لا ما إحنا عارفين إن الـ Nervous system هو الجهاز العصبي والجهاز العصبي كان بينقسم إلى جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي Central nervous system و Preferral nervous system والجهاز العصبي الطرفي كان يتكون من مجموعة من الأعصاب نتكلم على أعصاب حسية وأعصاب حركية Sensory & Motor Preferral Nerves والأعصاب الحركية ما هيش كلها الأعصاب اللي بتحرك العضلات اللي احنا عارفينها بس ده كمان أعصاب بتحرك عضلات لا إرادية بتنحكمش فيها زي العضلات الموجودة في الأمعاء أو عضلة القلب دي كلها عضلات أو ساعات هدد ما يبقاش لنا تحكم فيها فعشان كده بنقسم الجهاز العصبي الحركي إلى إما فولانتري أو إنفولانتري يعني جهاز عصبي حركي إرادي أو لا إرادي نيجي بعد كده الجهاز العصبي الحركي اللا إرادي ده هو دلي 훨씬 بنسميه الأوتونوميك نيرفا سيستم وأوتوميك كمن كلمة automatic يعني بيتحرك بشكل تلقائي ملناش تحكم فيه زي بقية أعضاء الجسم مختلفة الجهاز العصبي اللي هو الأوتونوميك نيرفا سيستم ده بيتقسم بعد كده يإما سيمباثاتيك يإما بارا سيمباثاتيك يإما جهاز عصر سيمباثاوي سيمباثاتيك نيرفا سيستم أو Parasympathetic Nervous System يبقى Definition of Autonomic Nervous System هو Involuntary Motor Nervous System Responsible for the Control of the Smooth Muscles Cardiac Muscles Weal Sweat Glans أو أي glans حتى موجودة في جسمنا أولا ده Definition of Autonomic Nervous System زي ما قلنا نوبية إما Sympathetic إما Parasympathetic Sympathetic Nervous System ده اللي هو الجزء من الجهاز العصبي اللي بيدي رد فعل تلقائي وأوتوماتيك في حالات الخوف والفزع In Fear and Fight يعني في حالة مثلا خناءة في حالة هروب من خطر يبتدي الجهاز العصبي السنباثاوي ده يشتغل بشكل أوتوماتيك بشكل تلقائي ويعمل مجموعة من الأكشنز أو مجموعة من الآثار في أعضاء الجسم مختلفة إحنا بقاش لنا تحكم فيها لأنه خارج زي ما قلنا عن إراضة تحكمنا فيه لكن Parasympathetic Nervous System ده الجهاز العصبي المسؤول عن رد الفعل اللي لا إراضي برضه أو الأوتوماتيك اللي بيحصل في حالات الرست يعني في أغلب الوقت فأغلب حياتنا وإحنا في حالة هدوء بنسمع محاضرة بناءة كل بنشر بيبدي تشغل على طول Parasympathetic Nervous System فدايما السائد أكتر هو تأثير الجهاز العصبي Parasympathetic على جسمنا والطارق على الأفعال اللي موجودة عندنا هو الجهاز العصبي السيمباثاوي أو السيمباثاوي طيب تشريحيا بيتكون من إيه الجهاز العصبي الأوتونومك تيربال سيستم أو جهاز العصبي السيمباثاتيك والparasympathetic تشريحيا بفروض بيتكون من حاجة اسمها Briganglionic Neurons Ganglia وبوز Ganglionic Neurons Briganglionic Neurons يعني الأعصاب اللي موجودة قبل الجانجلية الجانجلية بنقصد بيها لوقتها العصبية ولوقتها العصبية دي بنقصد بيها منطقة التشابك اللي بتحصل ما بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى فهو بيتكون من Briganglionic Neurons أعصاب قبل الجانجلية وجانجلية وبوز Ganglionic Neurons أعصاب بعد إيه الجانجلية ده تشريحيا بيتكون من إيه الأوتونومك نيربال سيستم وننتكلم عن ده إن شاء الله بالتفصيل كمان شوية ونتكلم بقى دلوقتي عن الشكل التشريحي الأوتونومك نيربال سيستم زي ما قلنا كده الباراسمباتاتيك نيربال سيستم والسيمباتاتيك اللي اتنين بيتكونوا من Briganglionic Neurons يعني أعصاب قبل ننطقة التشابك أو قبل العقد العصبية وقبل الجانجلية وبوز Anglionic Neurons يعني أعصاب بعد إيه الجانجلية بالنسبة للباراسمباتاتيك نيربال سيستم هو الأورجن بتاعه أو مصدره بيطلع من مراكز عصبية موجودة في المخ وموجودة في النخاع الشوكي يعني في البرين وفي السباينا الكورد وبين المراكزي بتطلع بقى أول خلية عصبية أو البريانجلونيك نيرونز وبتمشي مصارها في الجسم لحد ما تعمل تشابك بنسميها ريلي ريلي في الجانجلية الجانجلية بتاعت الباراسمباتاتيك دائما بتبقى جانجلية بعيدة قوي في الآخر خالص في آخر مشوار اللي بدينا جلونيك روز عشان كده بنسميها تيربال جانجلية تيربال بمعنى إنها موجودة في الآخر خالص موجودة جوة العضو اللي مفروض هنأثر فيه جوة مثلا القلب أو جوة الأمعاء أو جوة المعدة أو جوة العين جوة العضو هل يعمل فيه التأثير للباراسمباتاتيك نيربال سيستن فحشكا بيسميها تيربال جانجلية بعد كده بيظهر منها بقى البوز جانجلونيك نيرونز اللي هي مجموعة الأعصاب اللي هي بعد الجانجلية عشان في الآخر توصل الأعصاب دي اللي حاجة اسمها النهايات العصبية مفروض كل عصب بيكون من بادي وأكسون ودندريتك نهايات عصبية والنهايات العصبية دي بتوصل لفين بتوصل بقى في داخل العضو اللي هنأثر فيه داخل القلب داخل العين داخل الأمعاد داخل المعدة تمام عشان تفرس حاجة اسمها موصلات عصبية كيميكال ترانسميتر اللي هتأثر بعد كده بحاجة اسمها مستقبلات ريسبتورز اللي هي عدينا في البراراسمباتاتيك نيربال سيستن هي الماسكارينيك ماسكارينيك ريسبتورز أو بنسميها كولينيرجيك ريسبتورز كتجميعة لمجموعة ريسبتورز اللي بيشتغل عليها البراراسمباتاتيك الكولينيرجيك ريسبتورز نيجي بعد كده بقى لتركيب التشريحي للسيمباتاتيك نيربال سيستن نفس الكلام هو بيطلع من مراكز عصبية بس موجودة المرة دي فين في السباينا الكورد بس بيطلع بس من مراكز عصبية موجودة في النخواع الشوكي فاني حتة بالزبط حاجة اسمها ثوراكولامبر يعني من ثوراكيس في السباينا الكورد والأبر 3 ليبي signific في السباينا الكورد ويطلع بعد كده البريجينجي لوليات نيرونز تمشي المصار بتاعها بس هي المصار بتاعها قصير ليس زي البريجينجي لوليات نيرونز اللي موجودة في البراراسمباتاتيك نيربال سيستن فهي المصار بتاعها قصير جدا هي بتوصل بس يدوبك كده جنب السباينا الكورد وتعمل لي في حاجة اسمها جانجليا المرة دي الصغير التأسف اشتريع писيك في النهاية ويتمشي الديو يتمشي حتى تصل إلى تأثير الجهاز العصبي السنباثاوي يمكن أن يكون القلب والأمعاء والمعدة وفي آخر البوزانجليونك نيرونز فيه طبعا الديندريتيك أنز اللي هي النهايات العصبية والنهايات العصبية زي ما قلنا كده مفروض موظفاتها أنها بتفرز حاجة اسمها الكيميكال ترسمتور أو المواصلات العصبية مادة كيميائية مفروض بتنقل بقى الإشارة العصبية اللي جاية من أول المراكز لحد ما توصل للمستقبلات أو الريسابتور لأيها هتبعى عندنا هنا إيه هتبعى عندنا هنا الألفا والبيتا الريسابتور أو سحب بنسميها الأدرنيرجيك رسابتور يبهائي كده هناخد بنا كده من حاجتين في الفرقات جدا في الفرقات ما بين السيمباتيتك والبراثمبستاتيك نيرفستم إن الأرجم بتاع البراثمبستاتيك نيرفستم مختلف عن الأرجم بتاع الا симباتاتيك نيرفستم باراثمبستاتيك الطالع من البريين سبينال كورد لكن السيمباتاتيك طالع بس من السبينال كورد أن البريوانجليونك نيرونز بتبقى يهي بتاخد مصار طويل جدا لحد animales تحصل لتر من الجانجليا لكن السمباتاتيك نيروس سيأخذ مصار قصير لحده بتوصل القريبة قوي منها لبارا فيرتبرا الجانجليا وناخد بالنا برضو ان بعد كده البوزنجلوليك نيرونز في الاخر هتوصل عشان تصبلاي مين اللي هي الماسكارينيك ريسيبتور اللي هي بتاعة البارا سمباتاتيك نيروس سيستم لكن السمباتاتيك في البوزنجلوليك نيرونز بتوصل لحد مين لحد الادرينارجيك ريسيبتور ديالالفا والبيتا ريسيبتور عايزين نعرى بقى ايه هي المواصلات العصبية الموجودة في السمباتاتيك نيروس سيستم والمواصلات العصبية الموجودة في البارا سمباتاتيك نيروس سيستم الكيميكال ترانسميترز الموجودة في السمباتاتيك والكيميكال ترانسميترز الموجودة في البارا سمباتاتيك نيروس سيستم في البارا سمباتاتيك نيروس سيستم بيبقى فيه chemical transmitters موجودة فيه كل منطقة تشابك او كل منطقة نهايات عصبية لو تفتكروا كده كنا قلنا البرجانجليونك نيرونز مفروض بتتشابك في حاجة اسمها التيرمال جانجلية مع البوزنجليونك نيرونز منطقة التشابك ده هي بيبقى فيها نهايات عصبية من البرجانجليونك نيرونز مفروض عشان تنقل شهر العصبية من الخلال العصبية الاولية للخلال العصبية التانية تتنقل عن طريق موصلات عصبية للكيميكال ترانسويترز الكيميكال ترانسويترز الموجودة في الجانجلية سواء كان سيمباثاتيك جانجلية أو باراسيمباثاتيك جانجلية هي هيها واحدة هي الأسيطايل كولين سيلكولين ده هو الكيميكال ترانسويتر اللي بين الإشارة عصبية من بريجانجلونيك نيرونز للبوز جانجلونيك نيرونز سواء كان في السيمباثاتيك أو في البراسيمباثاتيك نيرفل سيستم عشان يشتغل على مضحل الريسابتورز موجودة في البوز نجليونيك نيرونز اللي هو بتحدي بنتحدث عن حاجة اسمه نيكوتينيك ريسابتورز ده اول مواصل عصبي هنتحدث عنه بعد ذرا الريسابتورز نيذهب التعبير لل RUS 출ميلah حيث كل قراط يشتغل الريسابتور مستشف دائما بوي 소개 وسنجليونيك نيرونز نيرونز في الريسابتورbildung الـPozyngelionic Neurons بتاعيتها بتفرز اسيطائي الكولين برضو باستيموليت الماسكارينيك ريسبتورز الموجودة في النهايات العصبية بتاعت الـPara Symbathatic Nervous System لكن الـPozyngelionic Neurons بتفرز حاجة اسمها نور إبنافرين أو ساعتنا نسميها نور أدرينالين عشان يشتغل على الألفة والبيتا ريسبتورز الموجودة في البوزنجليونيك سيمباثاتيك نيرونز يبقى ده الاختلاف الموجود أو تاني اختلاف موجود بين السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك نيرفا سيستم أنواع الموسطات العصبية أو الكيميكا ترانسموترز مختلفة صحيح هي واحدة في منطقة الجانجلية هي الأسطاع الكولين اللي بيشغل عن نيكوتانيك ريسبتورز لكن في منطقة البوزنجليونيك نيرونز بيحصل فيه اختلاف في البوزنجليونيك سيمباثاتيك نيرونز بيحصل في مستيمولات المستيمولات 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 الم الاقتلاف التشفيدي وци vir année ويقام بحقوق حلقة العين واقع عمل التساع في حلقة العين ويقام بالديجار في حلقة العين يطبيق بحقوق حلقة العين وده برضه من خلال افكت على حاجة اسمها الماسكرينك او بتحديد M3 receptors نيجي مثلا على برونكاي على الشعب الهوائي لا سمبساتك نيربال سيستم بيعمل تأثير مشهور او بيعمل حاجة اسمها برونكو ديلاتيشن يعني اتساع في الشعب الهوائي وده تأثير من خلال تأثيره على ريسبتور اسمها البيتا 2 ريسبتور لكن البرل سمبساتك بيعمل العكس بيعمل برونكو كونستريكشن من خلال تأثيره على ال M3 receptors نيجي بقى على الهارت لا سمبساتك بيعمل افكت على الهارت هو استيميوليشن لكل وظائف الهارت بيزود all cardiac properties ها بيزود الهارت ريت معدل ضربات القلب بيزود الcontractive of the heart بيزود قوة ضربات القلب فبيزود كمية الدم لها يخرج من الهارت وده كل افكت بيحسن من خلال تأثيره على البيتا 1 ريسبتور بعكس مثلا البرل سمبساتك نيرفل سيستم ده هيقلل الهارت ريت يقلل عدد ضربات القلب فيقلل الكارديكاوبود وده من خلال تأثيره على ال M2 receptors نيجي برضو بقى لبقية تأثير السمبساتك نيرفل سيستم على الكارديو باسر سيستم تأثيره على بلوت باسلس فبيعمل vasoconstriction في البلوت باسلس يعني بيعمل ضيق شديد في الاوعية الدموية فده بيعلي ضغط العيان يعمل hyper tension وده من خلال تأثيره على ال Alpha 1 receptors لكن البرل سمبساتك ملوش تأثير مباشر على بلوت باسلس لكن من خلال انه هو بيقلل الكارديكاوبود بيقلل البلوت بريشر طيب على ال GIT واليوريناري بلدر على ال GIT سمبساتك نيرفل سيستم بيعمل ايه بيعمل relaxation of the wall و contraction of the sphincter فيحصل العيان ايه يحصل له constipation امساك او على اليوريناري بلدر يحصل له urinary retention احتباس في البول لكن البرل سمبساتك نيرفل سيستم يعمل بقى تأثير عكسي يعمل contraction of the wall و relaxation of the sphincter يعني يعمل defecation العيان يبقى عنده الرغبة في دخول الحمام او يحرك محتويات الامعاء و على اليوريناري بلدر يعمل contraction of the wall و relaxation of the sphincter فيحصل urinary retention العيان يتبول تمام يبقى التأثيرات دمام بتبقى تأثيرات متعكسة ونالذي نفسرها بشكل منطقي ان السمبساتك نيرفل سيستم هو في حالات الخوف والفزع فمفيش وقت انه يعمل defecation او انه يعمل urination محتاج الهارت الشهل بقوة اكبر عشان محتاج كمية اكبر عشان يهرب او يجري محتاج اوكسين يخش زيادة جوه فبيحصل برونكو وليلاتيشن قوي محتاج field of vision واسع فيحصل بيوبيل وليلاتيشن او مدريزز معاكس البرسن بساتك في اوقات الهدوء والراحة انه يحتاج كل التأثيرات ده هيدة فبيحصل التأثير العكسي نيجي هنا بقى عندنا جدول كده بيدي برضو شوية امثلة على توزيعات الادرينيرجيك ريسيبتور في بعض اجزاء من الجسم وفي بعض اعضاء من الجسم ويهد تأثيرات بتاعتها فمسلا الالفا وان ريسيبتور زي مقلنا كده موجودة في الارتيريولز والفينز بتعمل موجودة في الجلانس بتقلل موجودة في الاي في البيوبيل زي مقلنا فبتعمل في الانتستن بتقلل الموتية بتاعتها الالفا تو مثلا بتقلل في سنترالي في سينترالي فبتقلل في الهارتيريولز في زينترالي كمان بتقلل موجودة في الغركات بتقلل السيكريشين البيتا وان ريسيبتور زي مقلنا كده موجودة في الهارت متزود كان الكارديك أو كارديك بروبرتيز كمان موجودة في الكدني بتزود العشان كده ممكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم كمان بسبب البيتا تو امسلا موجودة في parkau فتعمل برونكو ديلاتيشن موجودة في بعض فتعمل فازو ديلاتيشن وهكذا يعني امثلة على بعض الادرينيرجيك رسيبتور في ديفرنت أورجنز كده احنا اتكلمنا على الفيسيولوجي يعني مفروض ايه هي الكيميكا ترسميتر اللي هتبقى فيسيولوجيكال في جسمنا وهتعمل الفيكس دايت نتكلم بقى على الفرماكولوجي يعني ايه الادوية اللي هنستخدمها لنشغل على نفس الريسيبتور تعمل اثار مشابهة لامال السيمباثاتيك Nervous System او الباراسيمباثاتيك Nervous System واول مجموعة مجموعة السيمباثوميوماتيك دراجز سيمباثوميوماتيك دراجز مفروض انها تشتغل على الادرينيرجيك رسيبتور لكيفتر افكت مشابه لتأسير السيمباثاتيك نيرف سيستيميليشن اسموها سيمباثوميوماتيك يعني تعمل اثار مشابهة لتأثير اول دواء مشهور هو الابنفرين او الادرينالين الابنفرين او الادرينالين كلنا عارفين انه يبقى امبولات ممكن نستخدمها في حالات الكارديك الرست ممكن نستخدمها لو العيان كانت عنه عنيف شغلة الادرينالين بالذات انها تعمل كونتراكشن قوي جدا في البريفرات بلد بيسلز فتعلي بلد بريشر كمان بتعمل دايلاتيشن قوي اوه في البرونكاي عشان كده ساعات بيدوها تحت الجلد في الناس اللي عندهم ازامات ربوية عشان تعمل برونكو دايلاتيشن تاني دواء عندنا في مجموعة السيمباثوميماتيك هو الابنفرين او النور ادرينالين وبيعمل برضو تأثيرات مشابهة لتأثير الادرينالين بس اللي ما لديوش تأثير على البرونكاي يعني بيعمل ارتفاع فضغط الدم وفازو كونتراكشن بلد فاسلز لكن ما بيعملش برونكو دايلاتيشن تالت دواء عندنا في مجموعة السيمباثوميماتيك هو الايزو برو تيرينول ايزو برو تيرينول دا بيستيمولات البيتا ريسبتورز بكل انواعها فالبيتا ريسبتورز لو تفتكروا كان فيه جزء منها موجود على الهارت والبيتا وان ريسبتورز دا هيعمل استيمولاتيشن لقول كاردك برو بارتيس فممكن نستخدمه في حالات الهارت فيلير او في حالات السيفير براديكارديا عشان استيمولاتي الهارت كمان بيعمل له تأثير على البرونكايا على البيتا تو ريسبتورز فبيعمل برونكو دايلاتيشن ممكن استخدمه في حالات البرونكيا للأزمة رابع دواء عندنا هو الفنايل افرن وفنايل افرن دا بيشغل بالتحديد على الالفا وان ريسبتورز فبيعمل فازو كونستريكشن بالذات لبلوت فيسلز الموجودة في المياكوزة يعني في الاخشياء المخاطية فاستخدمه بأكتر كأطارات عشان يقلل الاحتقان اللي ممكن يكون موجود في الأنف في نزلات البرد او الاحتقان اللي ممكن يكون موجود في العين خامس دا وعندنا هو الإفرن وده دا وبرده مشهور قوي في كل أدوية البرد برده كدي كونستنت يقلل الاحتقان اللي موجود وساعد نستخدمها في رفع ضغط العيان بالذات واحنا بشتغل في العمليات الجراحية نجي بعد كده بقى لاستخدامات مجموعة السيمباثوميماتيك دراجز الحقيقة مجموعة السيمباثوميماتيك دراجز استخداماتها زي ما احنا اتكلمنا بتبقى تأثير على الهارت وعلى بلوت فيسلز فممكن نستخدمها في حالات انخفاض ضغط الدم في العينين اللي عندهم هاي بوتينشن بسبب مثلا نزيف او سبب مشاكل في القلب ممكن اديهم الادوية ده هاي السيمباثوميماتيك دراجز عشان نرفع ضغط الدم عن العين زي في حالات الشوك زي ده ومشهور او اسمه الدوبامين بتعلق العينين اللي عندهم شوك الدوبامين ده من ضمن السيمباثوميماتيك برضه ممكن نستخدمه في الحالات اللي فيها مثلا نزيف زي نزيف مثلا مياه الانف فااخد الادرينالين وحطه على شاشة وحطه كده باكس على الانف عشان اقلل نزيف او بعد خلع السنة او درسة ففي نزيف مكان خلع السنة او الدرسة بساعة احط برضه شاشة فيها ادرينالين واعمل بها باكس على المكان اللي فيه النزيف كمان باستخدمه مع البينج الموضعي احطه مع البينج الموضعي وده مشهور اكتر مع طباء الاسنان باستخدمه دايما الابنفرين او ساعات النور ابنفرين مع امبولات البينج الموضعي عشان يقللوا النزيف في الاماكن اللي بيشتغلوا فيها فيبقى السيرجيكال فيلد واضح بالنسبة لهم وكمان عشان يزود ويطول مفعول عمل البينج الموضعي كمان ساعات ممكن استخدمه كادي كونجستن زي ما اتكلمنا قبل كده الفنال الافرين او الافدرين بيستخدمه كادي كونجستن دوا يقلل الاحتقان سواء كان في الاخشياء مخاطئة لموجودة في العين او موجودة في الانف مع نزلات البرد نتكلم بقى على مجموعة تانية من مجموعة الادوية اللي شغالة في الاتنوميك نيرفا سيستم كلمنا عن السيمباثو ميماتيكس هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها السيمباثولاتيكس السيمباثولاتيكس يعني باختصار كده ادوية هتمنع عمل السيمباثاتيك نيرفا سيستم هتوقف عمل السيمباثاتيك نيرفا سيستم هتعمل ايدر بلوكور انهيبشن يعني هتقفل الريسيبتورز اللي شغالة عليها السيمباثاتيك نيرفا سيستم فتمنع عمله او تو انهيبت يعني تمنع او تقلل من تأثيره او تقلل من افراز الكيميكال تراسمتر عند البوزجانجليونيكس سيمباثاتيك نيرونز حسب آلية عمل الادوية ده هنقسمها ليه اربع مجموعات من الادوية اول مجموعة من الادوية اللي هي مجموعة الادرينارجيك ريسيبتور بلوكينج دراجز يعني الادوية دراجيك رريسيبتورز بلوكوره هتقفل الالفة الريسيبتور بلوكوره من الابيثا بلوكوره هتقفل الالفة الريسيبتور زي ادوية اسمها 드� Pirates او انه vs الريميت او مجموعة مشهورة من الادوية زي البربرانولول والاتينولول وعظمها الادوية بنستخدمها في علاج الضغط الأدوية اللي بتقفل الألفا ريسابتور زي مثلا ده اسمه برازوسين زي ده اسمه مينابريس ده هو الاسم التجاري بتاعه ده بيستخدمها ممكن في علاج الضغط العالي ساعد يستخدمها في علاج الهارت فيلير فشل القلب ساعد بيستخدمها كمان في علاج تضخم البروستاتا عند الكبار في السن لأنها زي ما قلنا كده بتقفل الألفا ريسابتور زي بليها دور في عملية احتباس البول اللي بتحصل مع الناس لعندهم تضخم في البروستاتا أدوية اللي بتقفل البيتا ريسابتور أو البيتا بلوكور ده أدوية مشهورة جدا مستخدمها في الأمراض المتعلقة بالكاردوورسل سيستم يعني الأمراض متعلقة بالجهاز الدوري يعني أمراض متعلقة بالقلب أو متعلقة بالشرعين مستخدمها في علاج الهارت فيلير مثلا في علاج فشل القلب مستخدمها كمان في علاج الانجينا في علاج الزبحة الصدرية نستخدمها في علاج الضغط وده أشهر استخدام للمجموعة دي من الأدوية نجي بقى ملحوظة مهمة لازم نعرفها عن مجموعة البيتا بلوكرز مجموعة الأدوية اللي بتقفل البيتا ريسابتورز إن هي كانت فيها أجيال قديمة شوية بنسميها نون سيلكتف بيتا بلوكرز نون سيلكتف بمعنى إيه؟ بمعنى أنها بتقفل بيتا 1 وبيتا 2 ريسابتورز الحقيقة التأثير اللي احنا عايزين نوصله عشان نعالج المشاكل الصحية اللي احنا اتكلمنا عنها وبالذات بنتكلم عن ارتفاع ضغط الدم اللي يهمنا نحن نقفل البيتا 1 ومش نقفل البيتا 2 ريسابتورز فالبيتا 2 ريسابتورز أفلها بيؤدي إلى مجموعة أعراض جانبية للأدوية دهيت وده اللي كان مشهور في الأجيال القديمة فكان بيعمل مثلا برونكوسبازم بيعمل تقلص أو انقباط في الشعب الهوائية فالناس اللي عندهم برونكويا الأزمة عندهم أزمات ربوية كانوا بيشتكوا بين استخدام الأدوية دهيت لكن الأجيال الجديدة اللي بعد كده بقت شغالة على البيتا 1 ريسابتور فبتعمل الإفكت اللي احنا عايزينه بس من غير السايد إفكت اللي كان البرونكوسبازم اللي كان بيديئ الناس اللي عندهم برونكويا الأزمة تاني مجموعة من مجموعة السيمباثوليتك دراجز الأدوية دهيت الحقيقة مش بتقفل ألفة أو بيتا ريسابتور لا هي بتمنع إفراز المواصلات العصبية اللي هي طبعا منتكلم على النور أنرينيين من النهايات العصبية بتاعت الموسيقى هناك ما بتأكفي العصبية ولكن ما بتقفلش الرىزيابتور ثالث مجموعة هي مجموعة الجانجلون بلوككيد دراجز الجانجلون بلوكيد دراجز يعني بتقفل العقد العصبية لو تفكروا كده كنا قencia exclude السيمباثوليتك نر leaked parametricv soc�order ومجموعة البلوكات أحد من بريغانجلونك نيرونز فكل الأولي التي احنا تكلمنا عنها هي إما بتقفل الألفة أو بيتا وبيتا ريسابتور عند البوزانجلونك نيرونز يأما بتقلل لكن الحياة المجموعة التي نتكلم عنها مجموعة الثالثة هتقفل الجانجليا تقفل عمل الجانجليا اللي بتوين البريجانجليونيك والبوزانجليونيك نيرون فهتمنع انتقال الإشارة العصبية زي ده واسمه ترايميتافان ممكن كانوا يستخدموه في عمليات الجراحية عشان يقلله ضغط العيان بذلك العمليات اللي فيها تجميل آخر مجموعة عندنا مجموعة الرابعة من السيمباتوليتك دراجز هي أدوية شغالة على السنترال نيربس سيستم يعني بتقلل الريليز سيمباتاتيك دشارج من السنترال نيربس سيستم بتمنع أو بتقلل من عمل أو بداية عمل السنترال نيربس سيستم من بدايته وده دواء مشهور جدا اسمه مثال دوبا ده مشهور كدواء بيعالج الضغط العالي في السيدات الحوامل قامل جدا في حالات الحمل فهو الانتهي برطنسل دراجي الوحيد اللي بيستخدم في حالات الحمل البراسيمباتيك دراجز وده هي مجموعة الدراجز اللي برضو هتشتغل على ستيموليشن أو كولينارجيك ريسبتورز يعني هتعمل تأثيرات مشابهة لتأثير الستيموليشن بتاع البراسيمباتيك نيربس سيستم الأدوية ده هات بتشتغل بطريقة من اتنين أو بآلية من اتنين يأما داريكلي اكتنج دراجز يعني أدوية هتمسك على طول كده في الماسكرينيك ريسبتورز بتعمل لها ستيموليشن ده بيسموها داريكلي اكتنج دراجز أو انداريكلي اكتنج دراجز يعني أدوية تشتغل بشكل غير مباشر عن طريق انها تمنع تكسير الأسيطايل كولين اللي اندوجنس لي سيكريتد في البوز انجليونيك باراسيمباتيك نيرونز يعني هتمنع الانزيم اللي بيكسر الأسيطايل كولين اللي احنا قلنا مفروب يبسيكريتد عند مين عند النهايات العصبية بتاعة البوز انجليونيك باراسيمباتيك عشان يدي الإفكت بتاعه فلما ما يكسرش يوم يقعد فترة أطول على المسكرينيك فيعمل تأثير زيادة او يعمل تأثير مشابه لزيادة بتاع البراسيمباتيك نيرفا سيستم حقيقة الأنزيم اللي بيعمل تكسير الاسيطايل كولين اسمه من نفس الاسم يعني فالأدوال اللي بتمنع بتمنع تكسيره هي الانتي كولين استريز او الأدوال اللي هتمنع تكسير الانضايم اللي مفروض يكسر الاستايل كولين وبالتالي يزيد تأثير البرسيمباساتيك نيرفا سيستم ودي حقيقة مجموعة من الأدوية مشهورة جدا وأشهر حتى من الأدوية تشغل داريت باراسيمباثوميماتيك من ضمنها ده واسمه الفايزوستيجمين والإدروفونيوم طيب إيه هي أشهر استخدامات البرسيمباثوميماتيكس أشهر استخدام للبرسيمباثوميماتيكس على الآي زي دوال بايلوكاربين أو فيزوستيجمين يستخدم كأطارات على الآي للناس اللي عندهم حاجة اسمها جلوكومة جلوكومة يعني زيادة ضغط العين يعني زيادة السوائل اللي موجودة جوه جوه كرة العين فبيزيد الضغط على العين وبيزيد الضغط على الشبكية وده ممكن يعملها أضرار كتير قوي فلاقينا أن الأدوية اللي شغالة كباراسيمباثوميماتيكس زي البايلوكاربين والفايزوستيجمين بتعمل زي ما قلنا بتفكروا قبل كده على التوبل بتعمل أو بتعمل بتعمل دي في حضغة العين لما بيحصل دي في حضغة العين بيحصل زيادة في صرف السوائل اللي موجودة بشكل متراكم جوه كرة العين وبالتالي بيقل ضغط العين فعشان كالا بيستخدموها في علاج الجلوكومة تاني استخدام الحقيقة مهم جدا برضو هو تأثيرها على جي اي تي وليوريناتراكس زي نيوستيجمين وده مهم جدا بعد العمليات الجراحية مفروض بعد العمليات الجراحية اللي بيحصل ان السيمباثاتيك تون عند العيان بيزيد مع السيرجيكاترومة ومع القلم الشديد بعد العمليات الجراحية يحصل السيمباثاتيك يبقى شغال بزيادة قوي لو تفتكروا كده كنا قلنا السيمباثاتيك كان بيعمل ايه على الانتستن وبيعمل ايه على الليوريناتراكسيشن في الول وكنتراكشن في السفينكتر نتيجة كده يحصل احتباس للبول ويحصل كمان ايه امساك شديد لبالعيان مش عارف يخرج براز او يخرج غازات عشان كده ده اللي بيحصل بعد العمليات الجراحية بالعيان عند المشكلة ده هيت ويبقى كل همنا ان العيان يخرج ريح عشان نتأكد ان ايه الامعاء بل تشتغل تاني وكل همنا ان هو يعمل بول ولا بنتطر نركبله قسطرة فساعات العملية بعد العمليات الجراحية بندل العيانين دول نيوستيج مين نيوستيج مين زي ما قلنا هو انتيكولين استريز هشغل مين نتيجة كده هيعمل ايه على جي اي تي على جي اي تي هيزود الجي اي تي فالعيان الامعاء تشتغل عنده وبتلي يخرج غازات ويخرج براز فيحصل له رليف من الريتنش اللي كان حصل بعد العملية وكمان هيعمل ايه هيعمل كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن في السفنكتر في اليوريين بلدر فالعيان يقدر يتبول فيخلي العيان يفوق من التأثيرات بعد العملية نتيجة زيادة السيمباثاتيك تون نتكلم بقى على باراسيمباثولاتيكس دراجز باراسيمباثولاتيك دراجز يعني ادوية هتعمل ايه هتقفل عمل زي ما تكلمنا كده على هتقفل عمل السيمباثاتيك نيرو السيستم هتقفل عمل معطرية انها تعمل هتقفل نتيجة كده من اللي بيتغلب يتغلب السيمباثاتيك نيرو السيستم فهذا كأن كأني عملت ايه كاني بالادوية دي شجعت تأثير السيمباثاتيك نيرو السيستم كأني عملت السيمباثاتيك نيرو السيستم لانه مفروض الاتنين موجودين في حال التوازن فلما بيغيب واحد التاني تأثيره بيبان اكتر دي مجموعة طيب ايه استخدامات الادوية ده هي تحقق لها استخدامات كتيرة جدا او الاستخدام لها على الاي بتتحط على الاي في شكل اي دروبس عشان تعمل حاجة اسمها بيوبيلو ديلاتيشن اتساع في حضقة العين وده مهم جدا في عمليات ايه في عمليات فحص قاع العين عشان افحص قاع العين لازم يحصل التساع شديد للحلقة عشان قدر اوصل لقاع العين وافحص الشبكية كويس اوي تاني استخدام ديها بيستخدمها في فيما يخص في مشاكل الجي اي تي مشاكل الجي اي تي ممكن استخدامها في علاج البيبتيك ألسر لانها بتقلل من افراز الحموضة بتاعة المعدة هلها استخدامها في علاج قرح المعدة كمان استخدامها في علاج المغص وده استخدام مشهور قوي لواحد مشهور جدا من البرسيمباثوليتك دراجز اللي هو الاتروبين بيستخدمه في علاج كل انواع المغص لازم قلنا البرسيمباثوليتكس هتقلل هتقلل البرسيمباثاتيك سيستم ستيميليشن وتزول السيمباثاتيك فيقل ايه حركة الامعاء ويحصل ريليف اوف داكوليك باستخدمها كمان في بري اناسيتيك ميديكيشن في التحضير قبل ايه الانسيزيا قبل مادة العيان البنجل كلي بحضره بادوية بالتحديد اكتر زي ما قلنا كده او ممكن نستخدم كمان الاسكوبولامين لانه بيقل اللي موجودة فيه البرونكاي ودي بتعمل مشاكل جدا للعيان في حالة البنجل كلي كمان انها بتساعد على تحفيز الجهاز او مراكز التنفس اللي موجودة في المخ اللي بيحصل لها انهيبيشن شديد اوي مع الانسيزيا كمان ممكن استخدم المجموعة بتاعت البراثين باثوليتكس وهي الحالة باستخدم انواع specific اكتر ومشتقات بتكون مركزة اكتر على اليوريناي بلدر في حالات تهيج المسانة بعض الناس اللي عندهم تبول لايرادي او نتيجة تهيج في المسانة ممكن اديهم الادوية دهات بتقلل بتقلل من اعراض تهيج المسانة وساعتها باستخدم مركبات بتكون اقصر تركيزا على المسانة من مجموعة الاتروبين زي ما قلنا بنستخدمها برضو في علاج تقلصات الامعاء بالذات الاتروبين ده مشهور اوي في علاج المغص الكلوي والمغص المراري بقى عندنا موانع استخدام ايه الادوية دهات موانع استخدام البراثين ببنونا نستخدمها في العيين اللي عندهم جلوكوما زي ما قلنا هي بتعمل بتعمل اتساع شديد في حدقة العين نديج الاتساع شديد في حدقة العين ده بيقل تصريف السوائل اللي موجودة جوه كرة العين وانه كان كده بيزيد ضغط السوائل ده في داخل العين والعيان يشتكي من عراض زيادة اوي من ايه الجلوكوما كمان ممنوع ان نستخدمها في كبار السن اللي عندهم تضخم في البروستاتا لان احنا زي ما قلنا كده هي يعني كأنها بتزود تأثير السيمباتاتي فبيحصل احتباس في البول للمرضى دول هما اصلا بيشتكوا من مشاكل في القدرة على التبول